صباح أو مساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو عائلة جاميسون الأمريكية اختفت بشكل مفاجئ وغامض وأحداث قصتهم بتبدأ في 8 أكتوبر سنة 2009 حسب ما تذكر في الرواية أن الأسرة كانت بتفكر تشتري حطة أرض مساحتها 40 فدان تكون قريبة من بيتهم والكلام ده قبل اختفاءهم بيوم واحد بعد 4 سنين الشرطة عصرت على بقايا عظام وتم تحولها للطب الشرعي الفحصها وبالفعل اتبين أنها بتعود لأفراد العائلة لكن الطبيب ما قدرش يحدد سبب الوفاة وده طبعا لأن الأسرة كان عد عليها وقت ودلوقتي أحكي لك القصة من أولها باختصار ولو أنت من عشاء سلسلة غموت تابع معنا الفيديو للنهاية علشان النهاردة هتكلم عن قضيتين مختلفين عائلة جاميسون بتسكم في مدينة يوفا لو دي موجودة في الجنوب الأوسط من أمريكا وبتتكون العائلة من 3 أفراد وهم الزوج بوب جاموسون وزوج توشيرلين وبنتهم الوحيدة ماديسون الشرطة في البداية جالها بلاغ بالاختفاء المفاجر للأسرة وعلى طول بدأوا بعمليات البحث عنهم في كل مكان لكن ما قدرواش في النهاية توصلوا لأي حد فيهم بعد حوالي 5 تيام من البحث المستمر كانوا عصروا على عربيتهم مركونة في إحدى الغابات القريبة من البيت والغريب إن كل أبواب العربية كانت متأفلة وده طبعا بيدل إن مفيش أي عنفة أو تكسير حصل في المكان ده المهم الشرطة فتحت البيبان علشان تفتش العربية أملا منهم يعصروا على أي حد من الأسرة جواها أو أي دليل أو خيط يوصلهم لفك لغز القضية المهم ليه يجواهم بويلات الزوجين والهويات بتاعتهم أو الأوراق كمان عصروا على مبلغ مالي قيمته 23 ألف دولار وحتى الكلب بتاعهم كانوا سايبينه في العربية وطبعا الكلب خمس تيام من غير أكله لشرب كانت صحته ضعيفة جدا لكن لحد دلوقتي مفيش أي شيء مهم أو يفيد في القضية ومن هنا بدأت النظريات تختلف منها اللي قال إن الأسرة هي اللي زورت متأة واختفاقها لأسباب مجهولة والكلام ده طبعا علشان زي ما قلت لك من شوية مفيش أي أثار عنفة في الموضوع التفسير الثاني قال إن الشخص الوحيد اللي ليه مصلحة في القضاء على الأسرة هو والد الزوج والتفسير ده تقل إن كان فيه قضايا مرفوعة في المحكمة ما بين الطرفين اللي هم يعني الزوج بوبي جامس وأبوه المهم يعني الشرطة لما أبدت على الجد وحققوا معاه اتضح إن هو بعيد كل البعد عن اختفائهم وبالفعل تم إثبات إن هو ملهوش أي يد دور الموضوع ده أو حتى فيه أي سر يعرفه كمان بعض الجرام بلغوا المحققين إن العائلة كانت بتجر في المخدرات وساعتها المحققين كانوا رابطهم ما بين المعلومة ديت والمبلغ المالي اللي لقيوه في العربية بتاعتهم لكن برضو للأسف ما قدروش يثبتوا الكلام ده ولو افترضنا إن المعلومة دي حقيقية مين كان بيشاركهم في التجارة الممنوعة دي وفي النهاية الشرطة كانت كل ما تيجي توصل لحاجة تفك بيها اللغز الموضوع ما كانش بيكمل معاهم برضو فيه تفسير غريب شوية قال عن الأسرة التقرير ده بيقول إن الزوجين كانوا بيشكوا في وجود أرواح خفية في البيت عندهم وكانوا دايما يحضروا الإستيس لطرد الأشباح دي من المكان والناس قالت أكد الأرواح دي هي اللي دفعت الأسرة إنهم ينهوا حياتهم في مكان بعيد لكن برضو الكلام هنا مش مؤكد كلها كانت مجرد تفسيرات أو اجتهدات شخصية لحل الغموض لكن الحياة المؤكدة فين محدش يعرف أبدا في يوم 16 نوفمبر سنة 2013 كان فيه مجموعة من الصيادين في الغابة أثناء ما هم مشيين فيها كان عصر واحد فيهم على بقايا عظام وكانت مركونة على جنب طبعا جات له حالة من الزهول وفضل ينادي بصوت عالي على مجموعة الصيادين اللي كانوا معاه وقتها اتفقوا كلهم إنهم يبلغوا الشرطة على الحاجات دي علشان تيجي تعمل معاينة وبالفعل أول ما جم نقلوا العظام للطب الشرعي لتحديد هوية أصحابها الدكتور بعد ما فحصها قال إن الرفات دي بتعود لبوبي جامسون وزوجته شيرلين لكن ما قدرش يحدد سبب الوفاة بسبب مرحلة التحليل المتأخرة وتم نشر قصة الزوجين في جميع وسائل الإعلام على أمل أي معلومة تفيد في حل القضية والحد النهاردة فات حوالي 14 سنة والشرطة لسه بتحقق وما توصلتش لأي نتيجة أبدا القضية الأولانية كده خلصت ودلوقتي أحكي لك باختصار عن قضية اختفاء سوزي لنبلاف ودي كانت موظفة مكتهدة جدا في عملها وبتشتغل في إحدى الشركات المختصة في التسوية العقاري في يوم جت لها مكالمة من شخص مجهول اسمه السيد كبر حسب كلامه الراجل الغمض ده قال لها ان هو بيمتلك بيت مكون من 3 أدوار عايز يبيعه وطلب منها ان هي تيجي تتفرج على البيت وتعاينه بنفسها وده هيكون أفضل بكتير من ان هو يملم وصفاته في التليفون وافقت سوزي على الفكرة وعجبتها جدا وحست انها تطلع بعمولة كبيرة من وراء الصفقة دي ما كانتش تعرف ان ده آخر مشوار في حياتها المهمة اخدت العنوان بالتفصيل من السيد كبر ونزلت من الشركة ورجبة عربيتها وراحت علشان تعابله وبعد ما اليوم الوظيفي خلص سأل عليها صاحب الشركة الموظفين وعرف ان هي راحت تعاين منزل ومن ساعتها ما رجعتش بصراحة صاحب الشركة كان راجل كويس جدا وبيحب يراعي كل الموظفين اللي معاه وعلشان كده كان بدأ يقلع على سوزي وطلب من زميلها ينزلوا فورا ويروحوا على العنوان اللي تسجل ويتطمنوا عليها ويعرفوا ايه سبب تأخيرها ده كله اول ما راحوا هناك عرفوا ان البيت ده فاضي وما فيش حد بيسكن فيه ابدا كمان عربيتها مش ماركونة تحت البيت بدأوا يسألوا الجيران اللي في المكان ده عنها بعد ما قالوا لهم مواصفاتها وفعلا واحد من الجيران قال ان هو شافها مع راجل شكله غني جدا لكنهم كانوا وقفين في الشارع وما حدش فيهم دخل بيوت نهائي بعد كده رجبوا هم اللي اتنين عربية سوزي ومشوا فورا وهو ده كل اللي حصل وقتها مدير الشركة عرف ان كل البيانات اللي تسجلت عندهم من السيد كبر كانت اصلا بيانات وهمية وتأكد على طول ان الشخص ده نصاب وقام بخطفها لكن مين هو وليه عمل كده ما كانش يعرف ساعتها اتصل على الشرطة وبلغهم بكل الاحداث دي ومن هنا بدأ البحث عنها في كل مكان وبعدها بكم يوم نجحة الشرطة في العصور على عربيتها في احدى الشوارع بتاعت المدينة وقاموا بتفتشها ساعتها لحظوا ان كرسي القيادة متحرك من مكانه وده بيدل ان الخاطف كان اطول من سوزي وقبل ما يلاحظوا الحتة دي كانوا لقي باب العربية مفتوح وده بيدل ان الجان سابها ونزل منها بسرعة والحتة دي برضو بتدل على قلقه الشديد من شيء معين او بمعنى اصحي خايف ربما يكون اتعرف وهيتقبد عليه الشرطة اخر ما لقيت نفسها مش متوصلة لحل نهائي قرر التأجل القضية وفات تسع شهور من غير اي نتيجة وقتها اسرة سوزي قرروا انهم ياخدوا عزاها في الكنيسة وكانوا في قمة الحزن عليها وقالوا للشرطة خلاص احنا كده فقدنا الامل ان هي لسه على قد الحياة وعندنا شك انكم مش هتوصلوا لأي حاجة تاني وبعدها بحوالي سنة الشرطة كانت قبضت على مجرم لسجل اجرامي عندهم وكان هو المشتبه الرئيسي في القضية اسمه جون وكان السجل بتاعه متخصص في السرق والخطف والغريب هنا ان شهرته بين المساجين السيد كبر لكن للأسف ما كانش فيه اي ادلة بالدينه في القضية يعني مجرد شكوك وما ينفحش ابدا يتقدم للمحاكمة بمجرد الظن فيه وتقفل الموضوع على كده للأبد ودي بتعتبر واحدة من اشهر القضاء الغمض على مستوى العالم وبكده الفيديو النهاردة انتهى اتمنى تشاركوني رأيكم في التعليقات عايز اعرف ايه اكتر نوعية من الفيديوهات اللي بقدمها بتعجبكم عايز اعرف برضو ايه رأيكم في مستوى المونتاج وياترى جودة الصوت كويسة ولا لا لان بصراحة يعني بسجل من غير موئيك بصراحة انا من زمان نفس اتكلم معاكم في الحاجات دي لكن ما كانش فيه فرصة مناسبة وبما ان الفيديو ده رقم 300 بالقناة فاقولت اتكلم معاكم شوية كمان فيه ناس طلبت مني ابطل الفيديوهات اللي مدتها دقيقتين وثلاثة واحكي كل التفاصيل بتاعت الموضوع اللي انا بتكلم فيه المهم علشان ما اطولش عليكم اقول لي في التعليقات هل انتو بتحبوا قصص الرعب ولا بلاش منها ولو انتو بتحبوا القصص دي اقترحوا علي موضع نتكلم عنها وفيه بعض الناس برضو بتحصل لهم تجرب حقيقية في حياتهم لو انت واحد منهم وحابب تشاركنا تجربتك ونحكيها في القناة ابعتهلنا في كومنت او ممكن يعني سيب لكم رابط الفيسبوك في النمحة بتاعت القناة اسف جدا ان انا طولت عليكم النهاردة واخر حاجة متنساش الدعم علشان اقدر اكمل معاك الفتر اللي جاي سلام